أربعة أيام ولم تردح ألسنة النيران من التهام البصات الأخضر بين بلدتين عين جرين وفرات في وسط جبيل عند ضفاف نهر إبراهيم رياح اليومين الماضيين ساهمت في امتداد النيران شرقا مسافة كيلومترين إلى أن جاءت الرياح الغربية ومعها ضباب محلي فخفت حدة النيران وتمت مخاصرتها نسبيا قدروا سيطروا على المناطق القريبة للطرقات بس بعد المناطق واليوم التأس يعني شوية مساعد مساعد أنه يطفوا ايه مساعد أنه يطفوا ما فيش هواق قوي يعني لم تعرف بعد أسباب الحريق الذي التهم حتى الآن أربعة ملايين متر مربع من الأشجار الحرجية ولسيما الصنوبر البري السريع الاشتعال وإن كانت الترجحات تدل على تطاير شرارات من المشاحر التي تكثر في الوادي يوجد مشاحر ولكن بمسافات بعيدة عن الرأي ما حدا فيه صال لا الجيش ولا عناصره إلا ماشي على الأقدام مبدون ما عدته والطيران عم بقولوا أنه الأحوال الجوية مساعدت والغبار اللي موجود من الحريق مساعد وكادت نيران أن تصل ليلة السبت إلى المقلب الآخر في فتوح كسروان لولا الجهود المبذولة من جال الدفاع المدني والجيش وتخوف السكان من أنه إذا لم يطفأ الحريق بالكامل ليلة الأحد فهناك خشية من تمدده بفعل الحرارة المرتفعة المرتقبة خلال الأيام الثلاثة المقبلة ترجمة نانسي قنقر